الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله كان يقال في المثل العربي عش رجبا ترى عجبا وكان يقال أيضا في بلدنا هذا إذا كنت في المغرب فلا تستغرب الذي دفعني لهذا الكلام هو ما قرأته في بعض المواقع التي تخصصت في كل ما هو قبيح بدءا من ازدراء الإسلام عقيدة وشريعة ومسلمين وممارسين ومؤمنين فهذه المواقع لا تترك فرصة إلا وطعنت في الإسلام والمسلمين وفي شرائعه وحرضت على الفسق والفجور وعلى الإلحاد وعلى غير ذلك مما هو معروف وكان بالأمس مقال في هذه المواقع يتكلم عن الخمر ويقارنها بالصلاة وحتى أكون دقيقا لا بد أن أقرأ من المواقع نفسه يقول الكاتب وطبعا يكتب العامية ليصل كلامه إلى العامة قال كل بيرة نوع من أنواع الخمر كل بيرة كيشربها مواطن كيخلص عليها ضريبة وكيساهم في الاقتصاد الوطني بينما كل صالة كيصلها المواطن في الجامع فراه ما كتستفد منها الدولة أو المجتمع والو غير تضياع الماء دياللوضو أصافي بالله عليكم أي قال هذا في بلاد الإسلام أتقارن الخمر بالصلاة التي هي أشرف العبادات العملية والله عز وجل قد عظم من شأنها وقد فارضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من فوق سبع سماوات المسلمون الذين يصلون والذين يحافظون على الصلاة كلهم ساءهم هذا الكلام ولا أدري لماذا يتماد هؤلاء في كلامهم ولا يجدون من يرضعوه نحن نعلم أن دولتنا دولة القانون وأن في الدستور الرسمي المنع من ازدراء الإسلام فبالله عليكم ماذا يسمى هذا الكلام يعني شيء واحد يقول بأن شرب الخمر فضل من الصلاة الصلاة فيها ضياع الماء والخمر كيستفد منه البلاد والاقتصاد لش كأن الصلاة يستفيد منها المجتمع ويستفيد منها الأفراد ويستفيد منها كل أحد لأنها تقوي الصلة بالله عز وجل والمصلون هم أحسن الناس وهم أبعد الناس عن الفتن وأبعد الناس عن الجرائم وأبعد الناس عن كل قبيح بخلاف الذين يتعاطون هذه المسكرات أسأل الله عز وجل أن يتوب على الجميع لكن فرق بين من بتولي بشرب الخمر وبين من يؤصل لذلك ومن يدفع بالمسلمين من أجل التطبيع مع هذه المعاصي ولذلك قضية يعني شرب الخمر هذا أمر موجود كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجلد بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على شرب الخمر لكن كانوا يسرون بذلك وكانوا يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتلوا بمعصية من المعاصي لكن أن ينقلب الأمر إلى التشجيع على شرب الخمر وإلى محاولة التسويق لها وأنها تعين على اقتصاد البلاد وأن فيها من المنافع كيت وكيت وتقارن بالصلاة التي هي أعظم العبادات فهذا أمر لا يجوز لأحد أن يسكت عنه فلا أدري لماذا لا يتكلم أهل العلم ويردون هذا الباطل وهذا المنكر العظيم ولماذا لا يتحرك الشرفاء من المحامين فيرفع القضايا على مثل هذه المواقع التي تثير هذه الزوابع مرة بعد مرة طيب الآن حينما تنشر مثل هذه المقالة ويأتي بعد يوم أو يومين فيعتذر لأن طبيعتهم أنهم جبناء وهذا إنما يفعلونه من باب جس النبض كي يشوفوا هذه الأمة وشاء بقي فيها شيحاء أولا متت بالمرة هل عندها حس إيماني تنكر المنكر ولا تقبله وإن كان بعض أفرادها أو كثير من أفرادها يتعاطى هذا المنكر لكنهم لا يرضونه ولا يقرونه ولا يستحلونه فيقومون بهذه الحركات هذا يعني جس النبض فلذلك ينبغي على كل غيور على هذا الدين وعلى هذا الوطن أن ينكر هذا المنكر العظيم على الأقل بلسانه على الأقل بلسانه ولا يعذر أحد عند الله عز وجل يستطيع أن يغير منكرا ولم يغير يعني هذا الناس الآن في سلك القضاء وفي سلك المحامات الذين يستطيعون أن يغيروا هذا المنكر ثم يسكتون كأنه لم يحدث شيء فيحاسبون يوم القيامة عن نكوصهم وعن نكولهم وعن تخادلهم عن رفع الدعاوة على هؤلاء المبطلين وكذلك أهل العلم لا بد أن يتكلموا المصيبة اليوم هو أن أهل العلم يستهيلون بمثل هذه الأمور كي يقولك ودي قضية الخمر معروف الحكم دياله نعم معروف الحكم دياله ومعروف حكم الزنا ومعروف حكم السارقة ومعروف حكم القتل ولكن ينبغي أن ننكر كل منكر وخصوصاً إذا كانت بعض الجهات تروج له الآن قبل أيام سمعت يعني بعض الشباب يعني بعد فتحي يعني المحلات بيع الخمر مع الأسف شوف الناس عايشين في الوباء وعايشين في الحجر الصحي وعايشين في هذا الضيق وهذا الكرب الذي أصاب يعني الأمة كلها بل العالم جميعاً حينما فتحت هذه المحلات يعني والله سمعت بأذني ورأيت بعيني شاباً يعمل في هذه المراكز ولا يظن أنه اقترف شيئاً من المكرم واحد خدام يعني في محل لبيع الخمر ويسأله يعني للصحافي أو يعني المذيع أو كذا فكي يجاوبوا بواحد الجواب تلقائي كي يقول له واحنا الحمد لله من بعد كذا وكي ιد الكليان وعدنا الكليان نقيقيين زوينين يعني مع دناش يعني لم يكن ي'MP 남Pо English مع دناش يعني كيجدوك الناس المسخين وكذاillä كيجدوك السكيرين المنقيين ديال الأحياء الراقية والحمد لله كنبيعوه واللي كيجيه هادات يعقميدي وكن نخرجو للف سلعة وكذا كذا يحمد الله على أنه يبيعو الخمر يحمد الله على أنه يبيعو الخمر يعني من كان وصلوا لهذه الدرجة ديال التطبيع مع المعاصي فهذا أمر خطير جدا لا ينبغي أن يسكت عنه الدعاة ولا ينبغي أن يسكت عنه الوعاظ فلابد أن يبين للأمة خطر هذا الأمر نحن كان عرفوا غادي قلوب بأنه القضية معروفة والله عز وجل حرم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله في الخمر عشر وذكرها كلها طيب هذا أمر معروف ولكن تكراره وبيانه للناس والتأكيد عليه وبيان مفاسد الخمر التي هي أم الخبائث يعني أم الخبائث يعني الإنسان إذا شرب الخمر فإنه يذهب عقله على هذا الذي يسب الأئمة دي المساجد هذا الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يسب المؤمنين هذا الذي يستهزئ بالدين وفاش يجي يقول لك وارا كنت في واحد الحالة وكذا ويعتذر طيب هذه أم الخبائث تحمل صاحبها على أن يزني بأمه وأخته وابنته يا عباد الله أفيقوا اعلموا أن هذا الأمر حرمه الله عز وجل وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه فكيف يقال بأنه خير وأنه أفضل من الصلاة فهذا والله عيب أن يكون في بلاد المسلمين عيب أن يسكت العلماء وأن يسكت الوعاظ وأن يسكت كل من يعلم حقيقة هذا الأمر أن يسكت عنه لا بد من بياني هذه الخطط ولا بد من فضحها لو أن إنسانا ذكر بعض الأشخاص أو بعض المسؤولين أو بعض القضايا يعني انفطاده مثلا تكلم شي واحد على شي وزير ولا على شي برلماني وسمه وبيسمه واشهار به وكتب هذا الشي ويجيب بعد غداه ولا يومين ثلاثة أيام حينما تقام عليه الضجة يقول لك كان اعتذره وكذا وكنا مشفوعينه هل يقبلوا منه ذلك؟ والله لا يقبل يعني سيجرجر في المحاكم وستقام عليه المساطر وسيدع السجون أو على الأقل سيغرم نحن هذا شي على الأقل على الأقل أقل ما يشفي صدور أهل الإيمان أن يغرم هؤلاء أو أن تغلق مواقعهم أنا ما كانش الرقابة في البلاد ما كانش الرقابة على الصحافة ما كانش الرقابة على الإعلام على المجال السمعي البصري لماذا؟ يعني كل واحد مراقب إلا هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا يعني يصدرون الإسلام والمسلمين في بلد يعني دينه الإسلام ودستوره مستمد من الإسلام اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أنكم سترجعون إليه وستقفون بين يديه فاتقوا الله فاتقوا الله عز وجل يعني اكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا شر أنفسنا وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك